ده في 2012 أردوغان قال لو كنت مصرياً لا أعطيت صوتي للدكتور أبو الفتوح ده في 2012 العلاقات بين أبو الفتوح أو بين أبو الفتوح وبين أردوغان علاقات وطيدة وعضوية ومعروفة جزء منها معروف وجزء آخر غير معروف في إطار تنظيم الدول الإخوان المسلمين وإعلاقة إخوان مصر بإخوان تركيا الحزب العدلة والتنمية اللي هو كان ناتج من تصفيد حزب الفضيلة بتاع نجم الدين أربكان اللي على علاقة وطيدة وعضوية بالحركة الصهيونية الدولية ده التنظيم يا جماعة ده التنظيم عشان لا نتوه بزرة الإخوان اللي زرعها ورعاها وسقاها وكبرها المخابرات البريطانية المخابرات الإنجليزية نسمع ونشوف ليست من الدين ليس لها علاقة بالدين ليس لها علاقة بالوطن ليس لها علاقة بالوطنية فقط بيستخدموا الدين كماطية ركوبة يعني علشان يوصل للحكم وبعدين في الآخر يقول طز في مصر هو ده التنظيم هم دول قيادات التنظيم